طابت أوقاتكم من المقرر يحضر الرئيس الصيني سي جينبين قمة منتدى تعاون الصيني الإفريقي المقرر عقدها في جهانسبورغ خلال يومي الجمعة والسبت وقبل هذا الحدث التقى الرئيس شينو ذرأه من تسع دول إفريقية داعيا إلى المزيد من التبادل وتعاون مع هذه الدول تعهد الرئيس الصيني شي جينبين لرئيس توغو بدفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد وقال إن الصين ستشجع وستدعم شركاتها في استثمار وتطوير الأعمال في توغو وخلال لقائه مع نظيره الغني قال شي إن الصين ستساعد دول غرب أفريقيا التي تعاني من تفشي وباء إيبولا على تقوية الأنظمة الصحية العامة وفي لقائه مع نظيره جوبتي قال شي إن الصين ترحب بمتراكة جوبتي في تطوير طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين الذي طرحته بكين مضيفا أن صين مستعدة لتعزيز التعاون العملي مع جوبتي في مختلف المجالات وفي محادثاته مع الرئيس الغني قال شي إنه يجب على البلدين دعم بعضهم البعض بحزم وحماية مصالحهم المشتركة وتعزيز التعاون متبادل المنفع وكان التعاون المربح لجانبي أيضا موضوع المحادثات بين الرئيس شي والرئيس الأنجلي ودعا شي جن بن إلى تعزيز التوجه السياسي والحفاظ على الزخم القوي من التبادلات رفيعة المستوى وتعاهد الرئيس الصيني بمزيد من التعاون مع مالي في الشؤون الدولية خلال لقائه مع رئيس مالي وقال شي جن بن إن صين ستشارك بنشاط في عملية حفظ السلام للأمم المتحدة في مالي وفي لقائه مع الرئيس القابوني دعا شي أيضا للمزيد من التعاون بين البلدين في تعزيز بناء القدرة على الانتاج والزراعة وقال شي في لقائه مع نظره المزنبيقي إنه يعين على كلا الدولتين توسيع التبادلات في مجالات التعليم والثقافة والسياحة وفي لقائه مع الرئيس الكيني دعا شي إلى توثيق التواصل الرسمي في القضايا الدولية والإقليمية فيما في ذلك إجراءات لمواجهة تغير المناخ وأيد أيضا دورا أكبر لكينيا في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر